في ملفنا الخاصة ليلة سنستكمل الموضوع الذي فتحناه أمس بشأن حروب الجيل الرابع فقد تحول العالم من مفاهيم الحروب التقليدية القائمة على جيوش نظامية واستراتيجيات عسكرية مركزية إلى ساحة مواجهة سهلت فيها ثورة المعلومات والتكنولوجيا لاتصال إشعال فتيل الحروب بأقل التكليف لإحداث أكبر الأضرار في الجزء الثاني من الملف سنتحدث عن صناع هذه الحرب الجديدة وخططهم وسنبحث عن الوسائل الكفيلة بمواجهة من يستخدمون أرقى ما بلغته حضارة الإنسان لتدمير الإنسان والحضارة معا راية داعش السوداء في الأرجاء راية الحشد الشعبي الصفراء في العراق وشعارات حزب الله الصفراء أيضا إنما في سوريا شعارات الحارس الثوري الإيراني عبرة للحدود أيضا الحوثيون في اليمن وحركة الشباب في الصومال والقاعدة في أفغانستان وغيرها أسلحة مرفوعة هنا وهناك تبدو مختلفة للوهلة الأولى إلا أن ما يجمعها في الحقيقة أكثر مما يفرقها فمن وجهة نظر دراسات عسكرية متخصصة المجموعات المسلحة ذات الانتماءات التي تتجاوز بحدودها وولاءاتها حدود الدولة تطور طبيعي لمراحل تطور الحروب في عالمنا الحديث الحروب أجيال تقول الدراسات الجيل الرابع من الحروب والذي بدأ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ولا يزال العالم عالقا بين براثنه يمنح تلك المجموعات انتشارا ونفوذا يمكنها من مواجهة الجيوش النظامية ما يجعل منها حروب ثقافات وتدمير للعقول أكثر منها حروبا عسكرية نظريات عدى ساعة لتحديد مفهوم الجيل الرابع من الحروب بعضها يفسره بالحروب اللامتماثلة أي صراع لا مركزية مفاهيم أمريكية اختصرتها بكونها الحرب على المنظمات الإرهابية البعض الآخر سيوصف الأمر بالفوضى الفوضى المدمرة ولأنها فوضى فالساحة لا تقتصر فيها على الأسلحة والتكتيكات التقليدية ما يجعل منها حروبا أقل تكلفة إلا أنها بقدرات تدميرية أكثر تأثيرا فالمعلومات والبيانات هي أسلحتها المعتمدة الأقوى وعليه تتحول أجهزة الاستخبارات ووسائل التواصل الإلكتروني والإعلامي إلى منصات لتصدير الأسلحة والتحكم بها هي حروبا نفسية بالدرجة الأولى إلا أنها تبقى حروبا في طبيعتها حيث لا غنى عن السلاح والقتل المباشر وفي التفصيلة هذه يضيف الجيل الرابع مفهوما جديدا إلى مفاهيم التكتيكات القتالية الشركات العسكرية الخاصة تلك التي تقدم خدماتها لدولة أو منظمات مقابل أموال يتقاداها أصحابها لا ولاءات للدولة هنا أيضا المال وحده هو المتحكم في العراق مثلا تؤكد البيانات مشاركة أكثر من ستين شركة عسكرية في الحرب ما يعني أكثر من عشرين ألف عنصر نفذ مهاما قتالية لصالح من دفع لهم السيناريو نفسه يتكرر في سوريا بحدود تبقى أرقامها غير معروفة وقد لا يكشف عنها الزمن إلا بعد انتقال الحروب إلى جيلها الخامس معنا من جديد في الستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء صالح المعيطة أهلا بك سيادة اللواء مرة أخرى بالأمس حدثنا عن حروب الجيل الرابع بماذا تختلف عن الأول والثاني والثالث وأنها تستهدف هزيمة العقل والإرادة داخل الجيش والشعب بوسائل غير تقليدية اليوم نتحدث عن سبل التصدي لهذه الحروب واستخدام التكنولوجيا كيف نكتشف أننا في مواجهة حرب من الجيل الرابع ونبدأ بالتصدي لها بداية عن كل الشكر على إتاحة الفرصة مرة ثانية للتركيز على موضوع عشر تلو وهو موضوع التكنولوجيا عندما نتحدث عن التكنولوجيا البعض يمر مرور الكلام موضوع التكنولوجيا موضوع مهم جدا على الصعيد الفردي وعلى الصعيد المؤسسي وعلى صعيد الدول وعلى صعيد العالم بعلم التكنولوجيا والاتصالات نحن نتحدث كخبراء ومحللين أن الجو ملك الجميع قد تسألني كيف الجو ملك الجميع عندما أمتلك القدرة على بث رسالة أو إرسال مقطع فيديو عبر الفضاء أصبح ملك للجميع لا أستطيع أن أمنع أي شخص في أي مكان من العالم أن يلتقط هذه الرسالة أو يترسد عليها أو يرد عليها أو يتسمع عليها إذن الجو ملك الجميع أيضا بعلم التكنولوجيا يقودنا إلى علم المعرف والمعلومات وعندما تكلم عن العلم المعرف والمعلومات بدون معرفة وبدون معلومات لا تستطيع الدول تدير نفسها ليس على الصعيد العسكري ولا على الاقتصادي وأنما على كافة رسالة وكذلك الأفراد والمؤسسات هذا يقودني أنه الآن التكنولوجيا ارتبطت بالحرب الحديثة بالاستخبارات وعندما أتحدث عن استخبارات سيد يوسف أتحدث عن ثلاث أنواع من الاستخبارات ما يسمى الاستخبارات البشرية مصادرها البشر مصادرها القتلى والأسرة وعابر الحدود وهناك استخبارات ما يسمى استخبارات الاتصالات وهاي مصادرها وسائل الاتصال قد يسأل سائل العالم الآن 75% في التشاتين بالبيزنس بالتريدنج بالميلتاري يستخدم اتصالات والنوع الثالث وهو الامج انتليجنس اللي هي الخرائط والصور الجوية كيف نعمل الانتجريشن مع الثلاث أنواع من الاستخبارات نصل إلى التكنولوجيا التي أصبحت تهدد وعندما تفضل يعني ما أفهم منك أنه التهيئة العسكرية مهمة شراء الأسلحة مهم التدريب العسكري مهم لكن التثقيف التكنولوجي والاستعداد لهذه الأمور على نفس القدم من الأهمية الآن أصبح بالضبط قد أنا أستورد تكنولوجيا قد أصنع تكنولوجيا لكن هل قادر على استخدامها هنا التحدي ومثال بسيط طفل لا يتجاوز عمر سنتين من الزمن لا يكاد يتكلم سيدي نجده يستخدم الهواتف الذكية بقدرة فائقة تفوق الكبار التكنولوجيا في البعد الرابع التكنولوجيا في البعد الرابع مبرح لما كنا نحكي خارج الهواء أو تحت الهواء نتكلم عن حروب المنطقة الرمادية بالحرب الحديثي الآن مصطلح قادم علينا حروب المنطقة الرمادية وهذه المنطقة تستخدم على تركز على استخدام التكنولوجيا في الدول وفي مسارح الأمليات من أجل الخداع والتضليل الآن في ثلاث أبعاد معروفة تقليدياً بعد البر والبحر والجو دخل البعد الفضاء البعد الاستراتيجي البري والبحر والجو تمتلكه جميع الدول لديها قوات برية وبحرية وجوية لكن بعد الفضاء قد يسأل سائل مشاهد من يمتلك بعد الفضاء بالعالم لا تمتلكه إلا خمس دول الكبرى تقريباً بالإضافة إلى إسرائيل هذا بعد الفضاء أدخل علينا التكنولوجيا في الحرب الحديثي ويسمى السايبر يعني بدون أن تحرك جيوشك البرية تقرأ مسارح العمليات تقرأ مسارح العمليات توجه عملية حربية إلى معنوياً عبر وسائل الاتصال عبر التكنولوجيا ممكن أن تهدم فيها اقتصاد بلد مثلاً بدون ما تحرك أي جندي وتهدم مجتمعات لأنه بعد السايبر ليس موجه لمسارح العمليات للإعلام للمجتمعات إسرائيل قبل سنوات أدخلت مساق السايبر في جامعة منقريون في الباكالورس والماجستير أدخلته في البعد الاجتماعي بالبعد العلامي بالبعد الاقتصادي كما أشرت بالبعد العسكري بالبعد بالأول إجمع معلومة تجسس على الدول ومن ثم إسرق البيانات لتقومها بالهجوم المعاكس التكنولوجي والأهم هو معالجة هذه البيانات يعني أنت قد تكون لديك بعض وصائل الاتصال جيدة ربما لديك بعض وسائل تجسس الجيدة لكن كيف توظف هذه المعلومات في الدفاع أولاً عن مصالحك وربما بعد ذلك تسخيرها في مصالحك الأخرى يعني قدتني إلى طرح مهم جداً هل أنا قادر أن أحول المعلومات إلى معرفه؟ والمعرف قوة وتشاركة المعرف هي قوة الدول لا نختلف في امتلك وسائل جمع المعلومات عن أي دولة بالعالم عن اليابان كل وسائل موجودة لكن هل لم تلك القدرة على تحويل هذا الكمل هائل من المعلومات؟ لأن المعلومات بدون تحويلها معرفة لا فائدة منها تحويلها إلى بيانات، مقارنات، تحليل ومن ثم توظيفها بالاتجاه الصحيح يعني مثلاً إذا كنا في مواجهة حملة على تويتر ممكن نقرأ كل التغريدات ممكن نجمعها كلها نفهم لكن عندما تجمعها تعرف مين اللي كتبها أين هو موجود كيف ما هو الهدف منها ومن ثم التحليل خطة الرد هذا الذي يجب العمل عليه أكثر الآن بالضبط وهذا الآن كيف نوظف التكنولوجيا لبناء الإنسان وأشارت في البداية عندما تكلم عن الإنسان تتكلم عن العقل البعد الأمن الفكري في الدول هو عصب كل الأبعاد المحلل هو إنسان الخبير هو إنسان السياسة هو إنسان العسكر هو إنسان الاقتصاد هو إنسان ربة البيت إنسان المواطن إنسان إذن كيف أستطيع أن أبني وحصن العقل الفكري من الاحتواء أو الاستقطاب أو الإختراق بناء الإنسان يقودنا إلى دور التكنولوجيا بالأمن الفكري. الغزو الفكري. ماذا نعني بالغزو؟ وهذا يعود بنا إلى التعليم. تغيير ربما التعليم المناهج بحيث تكون فعلا على قدم هذا التقدم التكنولوجي العصري. كما ذكرت. يعني إسرائيل في مساقات الجامعة بدأت تفرضوا على التعليم من أجل أن يكون هناك كوادر بشرية تستطيع التعامل معه. بظل الحروب الحديثة أو بظل التكنولوجي. أصبحت مؤسسات وأفراد أقوى من دول. ليس القوة. هم تلاكي القوة العسكرية والقوة البشرية. هذه النقطة. الآن في أصبح شركات كثيرة عسكرية لا تبيع التصنع وتبيع السلاح. وإنما تقدم الخبرات. تقدم التدريب. وخفية. ولا نعرف عنها شيء كثير. تقدم القتال بالوكالة. خلينا أوضح لك يا بكتر. نعم. شركات تقدم خدمات عسكرية قتالية بالوكالة. إذن عندما نهيي البيئة العملياتية والبيئة الاجتماعية والحواظ الاجتماعية هذا يوسف يقول. قد نحتاج إلى حلقة نتكلم عن العلاقة بين الأمن الوطني في الدولة والسلام الوطني. هناك فرق كبير. عدد كبير مننا يقول. نحن الأمن الوطني محصن. بينما السلام الوطني غير محصن. السلام الوطني تختلف. هي حجر الأساسي الأمن الوطني. لأنها لها علاقة بالأرض والجغرافية والقيادة. هذا المفهوم الذي يقول. كيف نحصن الجبهة الداخلية من الاختراق والاحتواء والاستقطاب. الحديث يطول والموضوع فعلاً مهم. نشكرك شكراً جزيلاً سيدة اللواء صالح المعيطة. الخبير العسكري والاستراتيجي على وجودك معنا هنا في سكاي نيوز عربية في غرفة الأخبار. شكراً.